السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة صفاء في البيت مرحبا بالأحلى فاميلا وبالأصدقاء الجدد اللي تسادوا معنا كنقول لكم مرحبا بكم وما تنسوش أنكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كالجديد إن شاء الله بنسبة الفيديو ديال اليوم فكما هو واضح فتتم دلال العراضة لأول مرة كنشارك معاكم بحال هاد الفيديوهات في القناة ديالي وهاد الفيديو غادي يكون عبارة عن جاج معمر بالكروفيت فكان سمنا الفيديو إنا الإعجاب ديالكم وتجربوك على الوصفة إن شاء الله وينجحوه معاكم فبالنسبة المقاتير أول حاجة فغادي نحضروا لماغينات اللي غادي نخليوا فيها جاج نبيتوا فيها باش يشرب جاج اللي قامة ويجي نزوين فغادي نحتاجوا عسى ديال حمضة أربعة حتى الخمسة لف صوص ديال التون صوص السمك عندي هريسة معلقة كبيرة معلقة كبيرة جالة موتاقت وشوية جال سكين جبير عرك هاكم طحون ولزز ديال الحامض وغادي نحتاج هاد الخلطة ديال السمك اللي هي اللي غادي نخدم بها في الوصفة كاملة وبنسم المقادير غادي نحتاج شوية القشرة للكروفيت شوية الخرقون شوية لبصار شوية تحميرة وشوية بودرة ديال البصل مع بودرة ديال تومة وزيت زيتون فغادي نحتاجو هاكاية ثلاثة ديال الدجاجات تقريبا هنا اياكي وزنوا الدجاجات ثلاثة كيلو ونصف غادي نغسلهم بسيان بالحامض ومن كتروش الملحة ومن بعد غادي نفلحوهم من جهة الصدر وده بندزون وجدو لماكينات فان غادي ناخد جميع المقادير اللي اسبقت وذكرت ليكم فمن الاحسن إلا كان عندكم الوقت هاد جاج فممكن أنكم توجدوه ليلة قبل أو لا مثلا توجدوه في الصبح بكري تفقوا صبح بكري وطيبو إلا كانت عندكم العراضة في الليل فصراحة كي يجيزوين وكذلك بنسبة لهاد الخلطة ديال السمك فضروري إلا لقيتوها هي خدوها ما لقيتوش وممكن تاخدو من أي متجر خلطة ديال السمك وتستعملوها فمن بعد ما خلطت جميع المقادير اللي اسبقت لي وذكرت ليكم فغادي ناخد مقدار ديال اربعة المعالق ولا ثلاثة ميكون وش عامرين ديال المزبطة وغادي نخلط به هادوك المقادير كامل اللي اسبقت وذكرت وحتى ينساج موليه مزيان قعد ناخد جاج ديالي ونحاول انني ندخلي قام فيه مزيان فكيما كتشوفو هكا ما بين جلدة والعطام وحكا كان هزا ديك جلدالي على السدر هنايا وتندخل لهدي كلها مغينات مزيان باش الجاج جالي تيشربها ممكن كذلك تكوه دا بفضل المرحلة ولما بغيتوش خلي حتي يبغوي طيب واحتادو كل فليحات اللي دارت فكيما اشتو انا كندخل فيهم لقامة او تاخدو غير زي زوار وتشرطو هكا يسدالي لما بتجدرو هكا كفليحات يعني كل واحد كيبقى على حسب الاختيار او لحسب لي مولف فسافي غادي هكا نبقى كندهن في الدجاج ديالي بكامل ونخليه على جنب او لا الى كنتو مثلا غادي طيبوه ديك ساعة فكدهنوه كامل وتخليو شوية عاد كديروه اما كيفما اصبقوا اذكرت لكم فمليا غادي ندهنو هاد جاج هكا بهذا او لاما غينات فمن الاحسن انا نبيتو اولا من الاحسن الى كان عندكم هكا جاج بالزايد فديروا لي هاد لقامة وديروه في بلاستيكا كل واحدة في بلاستيكا ودخلوه الكنجيلاتور ديالكم وحتاجوا عندكم الناس عاد جبتوه وديروه غير العمارة غادي ندوسو دابا نشوفو المقال اللي غادي نحتاجو العمارة ديالنا اللي كفكت لكم بالكروفات فغادي نحتاجو عسر ديال حامضة غادي نحتاجو القصبر ومعد نوس نقطع رقيق غادي نحتاجو لزيز ديال حامض مع جلده غير من كتروش كون نص حامضة هكا يا غادي نحتاجو زيتون خضر اللي غادي نعصره هنزين ذا كل ما ديالوه ونقطعوها هكا بالكرة دا رقيق نحتاجو بصلة اللي غادي نصطيوها في الملحة وشوية زبدة وشوية لبزار وشوية زيترومية حتى التدبال نحتاجو الشامبينيون نواغ تهونا نقضوه في الماء عد نقطعوها كطرفات صغار الشامبينيون المعلب تهونا نصطيوه شوية ديال الملحة وزبدة وليبزار غادي نحتاجو الكروفات هنحكا خليت فيها دا كل ما ديالو برشعة ديال نسمة غادي نحتاجو جوج معالقة ديال الزبدة يكونو كبار شوية ديال سكين جبير عرق مطحون شوية توماء معالقة دلا موطخت شوية ديال الكروفات شوية ديال الكروفات شوية ديال البزار ومعالقة كبيرة ديال الهريسة شوية ديال زيت زيتون باش غادي نخلطو جميع هاد المقادر اللي اذكرنا شوية ديال ملحة وكيف غادي نخلطوها هكا ما غادي نشحروها موالو غادي نعمرو بها الجرد ديالنا ان شاء الله غادي ناخد جميع المقادر كيف قلت لكم هي هو ما نستعملوش بزاف ديال الزيتون والحامض لان جميع هاد المقادر اللي عندنا هنه مالحة وكيف ما شفتو انا راه مدرتش الملحة يعني خدو شوية الحاذر فاش تكونو كاتخدموها كاي حاجة معمرة يعني نبقاو كننميزو هكا الماطاقات وندوقو غير بترفز بعض ديالنا باش ما يجيش الحشو ديالنا مالح سوفي غادي نخلط هاد الحشوة مزيان حتاد الزبدة ديالي الدوب وكذلك المقادر زيت شوية بشوية ديال زيت زيتون ونحاول اني ما نكترش عاد نضيف لها الفاغ ميسال بنسبة لهاد الحشو فمن الاحسن انكم توجدوها حتى تبغوا تعمروا الدجاج ديالكم ودخلوها الفران فإلا وجدتوها كيقبل حتى فطو بها كتلق الماء يعني من الاحسن اننا نوجدوها نهار بنهاره وغادي نزيدو الكروفيت فكيماشتو انا الكروفيت هنا خليتو خضر باش يتلق البنة ديالو من الاحسن انا كنت تستعملو هاكا خضر ما تصوتي وشفي لها صوتتي وشوية كتهرب ديك الماطاق ديالو هنا مني كنت تستعملو خضر فما زالت يزيد يتلق لنا في هذه الحشوة وكجي رائعة ان شاء الله غادي تجربوها وغادي توفو شحال غادي تجيكم زوينة فاكيماشتو هنا يا انا من بعد الليلة كاملة جبت الدجاج ديالي وبديت كنعمر فيه بالوحدة بالوحدة هاكا بشوية وكنحاول انني نضغط مزيان على الحشو وهكا بشي شي حامر وتحت الفورمة ديال الدجاجة تجي هكا يوقفة مزيان فحتدو كل فراغات اللي ما بيليف خضو الجلدة هاكا تنعمرهم تنحاول تهو ميا صافيهم من بعد غادي نصد عليهم وغادي نشد الخيط ديالي بالخيط غادي نشد جاجة جالي بالخيط ديال الاكل يعني نصدها مزيال باش ما تتحلش ليا فبهذا المرحلة هادي كي من الناس اللي كي عمرو هاكا يدجاجة في حال هاكا وكي يحتفظوا بها في الكونجيلاتور غير هو هاد الفكرة حتى هي زوينة يعني انا هنا عطيتكم زادة الاحتمالات حتى هي زوينة غير هو ان الفيغ ميسال كتقص صاح شوية ومتسبقاش زوينة حتى ان الجاج ديالي من بعد نتيطة بتتلقي الماء باليسبة لطريقة اللي يلطهو فكي ما اشتو غادي ناخد لاتا نفرش ليها الورق ديال الطبخ ومن بعد ناخد كوردون وانتوك الجاج ديالي مزيان كامل 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 مزيان ومن بعد نغطيه بورق ديال الطبخ واحد اخر من الفوق فهذا المرحلة هنية مهمة اننا خسنا نغطيه مزيان على هاتشكالي كتشوفو في هتابه باش ما يدخلش ليه الهواء وكذلك ما يخرج لنا ذاك البخار وبالزر بيتحمر بنسبة الناس اللي غادي طيبو في الدار فغادي تصبرو شوية لانا داروري احنا عارف ينتجاج كي ياخد لنا الوقت في الطياب فكي ما اشتو هكيا غادي ناخد الورق وغادي نلويه من طرف هكا بعلا شكل دائرة نعدي نقل وفي حتي يجمعوا لي الورق الطبخ اللي في الاسفل مع لي الفوق ومن بعد ناخد عود ديال الشيواء ونحاول نجمعهم هكا باش نحن ما يتحلوش نفس العملية غادي نديرها في معا هات الطرف اللي من هنا يا ناخد عود ديال الشيواء ومن بعد نسد على التجاج ديالي مزيان باش هكا يطيب ليه ويجي محمار في نيفو واحد صفي ومن الفوق غادي ناخد بابي أليمنيوم فدائما ما نحاولوش اننا نديروا البابي أليمنيوم هو اللي واللي انه كان عارفو في مسموم من الاحسان نديروا ورق الزبتاء اول ورق الطبخ وهو الاول عاد بابي أليمنيوم نضمطو عليهم الفوق نسبة لي انا هنا فما طيبتش اللي جاج ديالي في الدار لهذا ما غاديش ندير معاكم ليتوب مني غادي مقا نخلب فيه وكذلك ليتوب تيل انني نشحر معاكم المرق يعني غادي غير نغطيها كون صيفة الفرن ديال الزنقة وكي ما شتوها هو من بعد ما جبتو فصراحة كي يجي محمار واحد حمارة زوينة انتو ما إلا كنتو غادي طيبو في الدار فضروري ديك اللامعات ديال الزبدة وشوية الحرور وشوية الصوجة وشوية ديال السمن يعني ما تكترووش السمن باشي اعطينا ديك الحمارية الفوق او لد كرميلة زوينة صافي من الباحث غادي ناخدو هكيا ومدعا نحيد في هدك الخيط ديال الطبخ اللي سبق لنا ودرنا ودائما ما ننسوش هاد لطبتل انا نحيدو الخيط فبزافت المرات شحان من واحد كي ينسو كي حط هكاك بالخيط دياله في الطبلة دائما نخدو شي لون كي مشتو هنا احمر باش تبقوا عاقلين علي فالزربة اللي يحسن العوان يعني ما كان بقاوش عاقلين مني كي يكونوا عندنا الناس سافيفا غدي نخطف حالك انا هنا راه فاش ديتو الفرن راه سيد اللي في الفران جميع لي المرق وانا دا بدرتو فوق البوطة باش يشرب ولكن كان واعدكم ان مرة اخر غدي ندير معكم هكي شنو جلجج وغدي نطيبو غير في الدار ونديرو ديك اللي طب ديال انا نحيدو المرقة ونديرو هكي تشحر سافي غدي نزين هكي رجيلات نشدو معاك يا وغدي ناخد ان شاء الله التبصيل اللي غدي نقدم فيه ونفرش له اول حاجة الخص هكي مزيان ومن بعد نبدأ نحط فجاج جيالي ونزينو باللي بغيت كي مشتو انا ففيت حدرت معاكم السلطة في العرادة وحضرت الحام ويعني كين فانا هنا ما درت معاه لا خدر صوتين لا حتى شي حاجة يعني كتافيت غير انا نزينو هكي بلونج وحضرت الزعتر ودرته في الفران مع شوية ديال زيت البلدية وصافي هكي كوردون درت فيها الفروماج وكاشير صافي هات شيلي درت كي ما كتوفو فيهم هم معد الاعواد وكتلك غدي نزين بشوية ديال الملحة وشوية ديال الموتاق والكامون سافي غنكتافي غرب هكا صافي هذا هو الفيديو الجالي كانت سمنى انه اعجبكم ان شاء الله هكي كانت جاج وهكي كانت تقريبا ثلاثا حمي في القناة عزل أيضا يتركبا او فاكي كانت هدية اول عراضها وسوف نشارك معكم في القناة ديالي فكي نتمنى ان ارتفعه حقيق آخر اصداره يدفعه في مرتفعة ايضا وشتري السياسة يتمنى ان ألقا اذا قشرتنا ومرشه والسارطة الوجه popular crossover انها تعجبكم انكم تجربوا كاحد الوصفات ان شاء الله وتصفتوني تطبيقات ديالكم على الانستغرام وحتى الناس اللي ما زال ما تشاركوش معايا في الانستغرام فكنتمنى انكم تشاركو معايا ان شاء الله دخلوا حتى الانستغرام الفيسبوك وصفي كان هذا هو الفيديو السلام عليكم كانت منه انه يعجبكم تخليوا تعليقات ديالكم وتشاركو معايا اهم حاجة الى كنتو مازال ما تشاركوش السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة